قبل الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر بيوم واحد وبينما كان المشاهدون يتابعون الفضائية اليمنية فجأة توقف بث القناة الرسمية إثر تعرضها للقصف كان ذلك إذانا بعودة عهد قديم ترقب الجميع ماذا سيحل بهامش الحرية التي اعدادها في ذات اليوم دهمت ميليشيا الحوثي المطابع أغلقت الصحف والقنوات الفضائية العامة والخاصة ووضعت مشرفها على الأبواب غيرت محلات بيع الصحف اهتمامها تحولت نحو مجال آخر تحتاجه المدينة فعلا حاولت الصحف معاودة الصدور مجددا لاختبار الجماعة التي تصدرت الحكم وسيطرت على مناحي الحياة لكنه كان اختبارا مكلفا ما تزال أثاره إلى اليوم الصحفيون الذين اعتقدوا أنه يمكنه مزاولة العمل في عهد الميليشية ما زالوا يرزحون في السجون وما زالت أمهاتهم تحمل الصور القديمة للأبناء المخفيين وراء القيود وخلف الأسوار بعد خمس سنوات دفعت الكلمة ثمنا باهضا قتل نحو أربعة وثلاثين عاملا في مجال الإعلام بين صحفيين ومصورين وموثقين وفقا لإحصائية نقابة الصحفيين اليمنيين أخفي عدد آخر غير العدد الأكبر مجال عمله وتحولوا من قادة رأيه إلى ممارسة أعمال شاقة لا تحتاج إلى وجهات نظر ولا تستدعي حرية الكلام عاد بث القناة الرسمية بعد أيام وذلك عاقب نهبها إلا أنها كانت تعمل بنصف أجهزتها وتنقل كامل وجهة نظر الميليشيا الحوثي وقد أراد الحوثيون من كل القنوات العمل وفقا للتوجه الجديد ودعما لمشروعهم الذي يقصي كل مختلف عنهم دفعت القنوات التي غامرت بالبقاء في مناطق سيطرة الميليشيا ثمن ذلك صدرت أجهزتها ومقراتها واعتدي على كل من عملوا معها منع التصوير في الشوارع ولم توثق أي من الجرائم التي امتلأت بها البلاد بعد أشهر لم يتبقى من ماضي الإعلام غير ما كان صادرا عن ميليشيا الحوثي أو ما أصبحت تسميه بالإعلام الحربي وهو مجرد إبلاغ عن موت وإخبار عن معارض